موسيقى اهلا بكم في فيديو جديد او في تسلسلة جديدة هنتكلم فيها على المعادلات الجديدة اللي في الاكسل 365 او اوفيس 365 اللي اسمها الديناميك اري طبعا المعادلات دي موجودة بقى لها اكتر من سنتين ولكن كانت موجودة لنسخة الانسايدر بس الناس اللي عندها اوفيس انسايدر دلوقتي بقت موجودة لكل المشتركين في اوفيس 365 او الاسمه دلوقتي مايكروسوفت 365 هم بالتحديدها معادلات جوداد زي سيكونس وفلتر وراند اري وي اكس لوكاب يونيك اكس ماتش وصورت وصورت باي دي المعادلات بالتحديد اللي نزلت جديد ولكن فيه كونسب جديد خالص موجود في الاكسل ده فيه انجين جديد خالص بيعتمد على كونسب جديد اسمه سبيل سبيل يعني ايه؟ يعني المعادلة اللي ممكن تدي اكتر من فاليو هو الوحده بيحدد اذا كانت محتاجة تطلع الريزلت بتاعها على سل واحدة ولا على مجموعة من السلز او رينج من السلز وبيعمل ده بشكل تلقائي واتوماتيكي اكي انه هو من يوم ما تعمل الاكسل شغال بالشكل ده هنشوف كمان ان احنا كنترول شفت انتر اللي كنا بنستعملها زمان مع معادلات الارايز الوقتي خلاص مش محتاجينها الاكسل الوحده بيحدد اذا كانت دي الري فورمولا ولا لأ وبيتعامل على هذا الاساس هنشوف كمان اوبريتور جديد او سيمبل جديد بنستخدمه في الاكسل الجديد اللي هو الهاش ده ما كانش يستخدم قبل كان النهاردة بقى مهم جدا وممكن تعمل بيه حاجات لطيفة قوي هنشوف ازاي سام و سام اف ومعادلات تانية كتير بس على سبيل المثال الاتنين دول ازاي الاتتتود بتاعهم او البيهيفير بتاعهم بيتغير لما يشتغلوا مع معادلة من المعادلات دي هنشوف كمان حاجة زي ترانسبوز وفريكنسي اللي كان زمان بنعتبرهم ازاي مع الاكسل الجديد بيشتغلوا بشكل تلقائي من غير كنترول وشفت وانتر المعتادة السلسلات دي مش هتكون طويلة قوي هتكون 3 او 4 فيديوهات اول فيديو هو بتاع النهاردة على طول فهنتكلم في اول موضوع النهاردة او الفيديو رقم واحد وهنتكلم فيه على الكنس بتاع الاسبيل نحاول نفهمه ازاي الانجن بتاع اكسل بيعمل الاسبيل ده بشكل اوتوماتيكي هنشوف معادلة سيكونز هنشوف كونت وكونت ايه وتكست وديت ازاي ممكن يشتغلوا بشكل مختلف او يدوك نتيجة مختلفة شوية مع سيكونز وراند اري هنشوف كمان كونديشن فورماتينج وازاي ممكن يكون مفيد جدا مع معادلات الديناميك اري واخر حاجة كل ده هيكون شغال جوه اجزامبل اسمه راندم ديتا تيبل ازاي واحد زي حالاتي بيحتاج يعمل ديتا علشان الفيديوهات بتاعته ممكن ينشئ تيبل بشكل عشوائي وبشكل ظريف جدا باستخدام سيكونز وراند اري والمعادلات الموجودة تحت علشان يطلع نتيجة سريعة جدا واستخدمها في فيديو زي اللي بعمله لكم النهاردة لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود الى اكسل وورك بوك اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتغلتش في القناة لو سمحت استخدم زر سبسكرايب واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك موتيفكيشن لما نعمل فيديوهات جديدة تعال اول حتة في الفيديو نتفرج على موضوع سبيل ازاي اكسل تشكسي فايف بيعمل سبيل دا بشكل تلقائي زي ما قلتلك الفكرة كلها انه لما الاكسل بيحس انه محتاج يطلع النتيجة بتاعة الفورمولا دي في اكتر من سل هو الواحده بيعمل كده بشكل تلقائي طب تعالى نشوف اول حاجة اول مثال على بولين اكسپريشن بولين اكسپريشن دا معناه ايه؟ معناه ان دا لوجيكال تاست انا بعمل مقارنة بين رقمين او مقارنة بين رقم ولستة زي ما انت شايف المثال اللي عندي عندي لستة من الارقام وعندي اصادها سنجل فاليو وعايز اقارن السنجل فاليو دي مع لستة الارقام دي فهي عبارة عن مقارنة منطقية ما بين قيمة ومجموعة من القيم هستخدم فيها اكبر من او اصغر من او يساوي والنتيجة بتاعة تكون عبارة عن true او false او صح او خطأ طيب الاكسل الجديد بيشتغل ازاي في الحالة دي تعالى نحاول نقارن المية وعشرين اللي موجودة في الكلوم سي مع لستة الارقام اللي موجودة في الكلوم بي زي ما انت شايف بمنتهى البساطة هقول له equal وهشاور على اول value وهقول له حط علامة اصغر من عايز اشوف هي اصغر من مين في لستة الفاليوز اللي قدامنا دي وهروح اختار اول سال اللي هي بي 5 ودوس على shift واختار بقية الرينج كله بمنتهى البساطة وخد بالك اول ما حدوس enter دي دوسة enter بس ايه اللي هيحصل هلاقي لستة من الترو والفولس جي على كل سطر وعمل مقارنة ما بين المية وعشرين والمية وقال لك لا والله فولس المية وعشرين اكبر من المية والبقين كلهم true زي ما انت شايف قام بتجبر كونها بتنزل لتحت فالباقي كله ادى لك true خد بالك لو وقفت على اي سال جوه لسبيلد result اللي طالع من الفورمولا دي بتلاقي عليه اطار اللون الازرق زي ما حاك شايف كده هو ولو روحت بصيت على الفورمولا bar لو سمحت بص معي على الفورمولا bar وانا واقف على اول سال حصل فيها المعادلة حلاقي ان هي added اقدر اعمل ادت لو روحت على السال اللي وراها على طول وحاولت اعمل الادت مش حعرف وحلاقي ان هي معمولة باللون الجري الفاتح ده او يعني زي ما تقول لها دمد ما اقدرش اغير فيها فبالتالي المعادلة موجودة بس في اول اللي ستاق في اول لكن اللي بعد كده كله ما اقدرش اغير فيه طيب هل اقدر اعمل عليه ريفرنس اه يعني اقدر اقف هنا وقل له equal واروح ريفرنس عليه عادي جدا مفيش مشكلة اقدر اجيب ريفرنس عليه هيشتغل معاك عادي ولكن ما اقدرش اغير غير في اول المعادلة بس لو حاولت حتى امسح هنا لو قفت هنا وعملت اعمل delete مش هيوافق مش هيرضى ولو حبيت امسح اعمل delete هعمل delete على اول واحدة بس هيمسح الليستة كلها طب افرض حضرتك انا عايز احاول tool false dol ل zero one سهلة جدا هاخد نفس المعادلة هاقف على السلة الاولانية وحاروح على formula bar واعلم على المعادلة وcontrol c عشان اكابي واروح على f column f و double click وعمل control v وحاخد المقارنة انا عملتها ما بين value وما بين الليستة دي وحطها بين قوسين وحاخد النتيجة النهائية اللي طلع منها دي وقاله لو سمحت اضربها لي في one ودوس enter هو الواحد وعمل spill وعمل لك false وصدها zero والtruth عمل مكانها one طب هل اقدر اقوله لو سمحت انا مش عايزك ت spill انا عايز single value بس عايز نتيجة واحدة لكل المقارنة دي بس في الحالة دي لازم اعمل aggregation او تجميع في حالة البولين expression او التست المنطقي او الاختبار المنطقي هستعمل function زي or او and علشان اقدر اجمع النتيجة في اجابة واحدة فحاخد نفس برضو المعادلة انا كنت اعمل لها copy حالا بس بدل ما اعمل لها paste على طول حكت بالاول or عشان احط function اللي اسمها or وبعد كده اعمل paste لنفس المعادلة دي واقف للقوس ودوس enter هتلاقي النتيجة النهائية طلعت لك فيه زي ما انت شايف سال واحدة وزي ما انت عارف بالنسبة للor انت محتاج نتيجة واحدة بس تكون true زي هنا عندنا حوالي خمس نتيجة true وواحدة false لو جمعتهم مع بعض عن طريق الor حيديلك true لانها محتاجة at least واحدة بس تكون true عكس الand تعال نجرب نفس اللي عملناه بس ب function and الand محتاجة يكون كله true عشان تديلك true في الحالة بتاعتنا هتديلك false عندك مجموعة من true وواحدة false فبالتالي النتيجة النهائية هتطلع معاك false المثال الثاني تعال نشوف بقى mathematical expression عملية ضربة او طرح عادية خالص انا عندي مراضي لستتين ad lista و ad lista انا هاخد اول range هعلم عليه هدوس equal وروح اختار اول cell في range ودوس على shift و control وساهم التحت عشان يختار لحد اخذ ال range وبعدين ها قلقوا لو سمحت اضراب لي الليستة دي في الليستة اللي جنبها هروح اختار اول cell ودوس control و shift وساهم التحت هيختار الليستة التانية مجرد ما هدوس enter هيعدي على سطر سطر واضراب لي كل رقمين في بعض زي ما انت شايف بالشكل ده اقدر اعمل نفس اللي عملته ده بالزبط حقف هنا واخد copy منه زي ما حاك شايف وروح على القلم اللي بعديه واجرب نفس اللي عملته ده ولكن مكان عملية ضرب اعمل عملية جمع دوس enter هاديك نفس النتيجة طب لو عايزها في single value مفيش مشكلة ادي copy من المعادلة زي ما عملنا وحنروح المرة دي هقول له equal و sum المرضي هستخدم sum مش sum product حتى sum العادية خالص الاكسل اللي واحده هيفهم ان انا محتاج اضرب التورينجز دول في بعض وبعد كده اجمعهم وهيديك 28000 ده تقريبا النتيجة اللي ممكن تديها لك sum product كان زمان ممكن اعمل نفس اللي عملته ده ب sum لكن كان لازم ادوس control و shift و انتر و كنت هتلاقي هنا curly bracket قبله وبعد equal في الاول خالص و في اخر المعادلة حاجة اسمها curly bracket نفس اللي عملته ده ممكن اعمله بال sum يعني ممكن اروح اخد copy نفس الحكاية من هنا و اطلع بدل ما spell زي ما انت شايف اطلعها في single value و احط قبلها sum زي ما اتفقنا و هيديلك مجموع الليستتين دول مع بعض 1455 قبل ما انتقل لمثال تاني copy المعادلة دي و تعالى نمسحها و تعالى هنا في اخر حتة هنا و حكتب اسمي وبعدين تعالى نباست المعادلة تاني control v و ندوس enter بص حصل ايه عمل لك error عمل hash و spell و عمل انت تعجب دي ده error ده معنى ايه ان هو مش تلاقي مكان ي spell و بص شاور لك قال لك ولا احرك كاتب لي حاجة و انا مش عارف ا spell المعادلة دي فلو سمحت شلي اللي انت كاتبه هنا وانس ان انا ادلت اللي انا كنت كاتبه هتلاقي الواحد و عمل لك spell فلو لقيت ال error ده ما تقلقش انت بس محتاج ت clean الحتة اللي موجودة تحت تعالى نروح على المثال التاني بتاع random table المطلوب مني ان انا اطلع اجنريت لستة من ال customers عبارة عن 10 customers و يبقى عندي ده تكون في ال rose يعني تحت كلمة customer id عايز 10 customer ids هنا يتخلقوا و عايز في القولم عايز اعمل حوالي 6 شهور يعني اكتب جان فاب مارش و كزا لحد جون 6 شهور و عايز في النص في الاريا بتاعت ال data اجنريت data للمبيعات مثلا او الكميات المباعة بشكل تلقائي او بشكل عشوائي فازاي ممكن اعمل كده هنستخدم المعادلات اللي هاك شايفها على يمين دي هستخدم معادة sequence دي معادلات الجديدة بتاعت ال dynamic array و هستخدم brand array و هستخدم معهم text و date و count و count a طيب اول حاجة انا كاتب هنا customer id فعايز ال S تحتية مجموعة من ال customers ف هستخدم ال function اللي اسمها sequence و دي من ال functions الجديدة و دي من الخواص بتاعتها انها بتاعت معاملات ال spell بشكل اوتوماتيكي ازاي هعملها هقف جوه ال cell اللي تحت كلمة customer id و هدوس على equal و هبدأ اكتب sequence ممكن تدوس على tab و هكتب sequence و يفتح حالك و تعالى نمشي مع ال help و نشوف هو عايز ايه هو اول حاجة sequence يعني ايه يعني هيديني ارقام متسلسلة ولكن التسلسل ده ممكن اتحكم فيه ممكن يكون في رو يعني ايه يعني يكون ماشي على نفس السطر ولكن اعمدة كتير ممكن يكون في عمود واحد و مجموعة من السطور و ممكن يكون سطور واعمدة مع بعض تعالى نجرب فاسلا قالك رو انا عايز خمسة رو تعالى نكتب هنا في اول حتة الروز انا عايز 5 روز ف هكتب خمسة number of columns عايز كمان خمسة column لستارت تعالى نبدأ مثلا ب عشرة و الستاب انت هتبدأ من عشرة عايز يبدأ يعد معاك او يديك sequence او serial number كل كام خطوة مثلا كل خمسة ف هيعمل 10 15 20 25 و هكذا تعالى نقفل و نشوف ايه اللي هيحصل هو الوحده زي ما انت شايف عمل سبيل بالعرض و بالطول و في كل اتجاهات ومشي معاك 10 15 25 و هكذا حد ما وصل ل130 طب ده بالنسبة للكاستمر ايدي او زي ما انت شايف هبدأ بالف واحد و يمشي خطوة بخطوة فمعنى كده حضرتك ان انا اشيل دي خالص اندفولت 1 يعني لو حزفت ده خالص هو هيمشي الديفولت واحدة ورا واحدة فلو عملت كده بدأ اهو ألف واحد ألف واثنين ألف وثلاثة تمام طيب انا تعالى نرجع عن ايدي التاني انا محتاج هنا بقول خمسة روز لا خلينا عايز عشرة عشرة موجودة هنا اهو فممكن اعلم على الخمسة دي واروح اعلم على السل اللي فيها البي ثري اللي فيها العشرة دي فكده هيعمل لك عشرة ونمبر اف كولومز انا عايزه يبقى واحد لان انا محتاج كلهم تحت بعض في كولوم واحد فالديفولت هو واحد فممكن اعمل يعني كاما فاضية كده عشان بعد كده يتنقل على بعديها اللي هي استارت فكده باقيكني بقول له هاتلي اعاد الكولومز الموجودين هنا بثلاثة وبعد كده الكولومز عايزه واحد او الديفولت وبعد كده بقول له عايزك تستارت ات الف واحد والستابس الديفولت بتاعها واحد فممكن احذفها خالص هدوس انتر اه بقى عندك هو عملك سيكونس من الف واحد لالف وعشرة دلوقتي لو حبيت اغير في السيكونس هنا مثلا واخريهم 12 كاستمر حيبدأ يكبر لوحده عايز صغارهم تاني يخليهم خمسة براحتك فبقى عندك خمسة كاستمر ايدي طيب عايزين بقى من اول بي ستة دي نمشي بالعرض كده ونكتب جان فب مارش وهكذا طيب ممكن استعمل برضو سيكونس اه ممكن استعمل سيكونس هقول ايكول واكتب سيكونس المرة دي الموضوع بقى هيختلف شوية انا عايز انا عايز انا يبقى واحد بس الديفولت قولنا هو واحد فممكن اعمل قومة مكتبش حاجة انا عايز ستة اللي هم عدد الشهور اللي موجودين هنا فحكتب ستة والستارت عايزه يبدأ من رقم واحد فحكتب واحد والستابس واحد فما فيش مشكلة وحقفل ودوس انتر اعملك بالعرض زي ما انت شايف ستة كولومز كان فيه هنا زي ما انت شايف فورماتنج لديت فتعال نرجع تاني جنرال عشان نشوف شكل الدنيا ماشي ازاي زي ما انت شايف كتب لي من واحد لغاية ستة فيبقى ده شهر واحد ده شهر اثنين لغاية شهر ستة بس طبعا مش ده انا عايزه بالزبط انا عايزه يكتب لي جان فب مارش لغاية جون طب اول حاجة ممكن اعمل ايه ممكن احاول ارقام دي الى تواريخ ازاي حاولها الى تواريخ عن طريق الفونكشن اسمها date فممكن اجي على اول سل زي ما انت شايف احنا قولنا هنا السلز اللي كلها اللي هي اللي بعد اول واحدة كلها بقت بالجري ودمد مقدرش اغير فيها مقدرش اغير فيها اي تغيير لكن عشان اغير اروح على اول سل طب احاعمل ايه هقفل اول هنا وحط فونكشن اسمها date طب date دي بتعوز ايه اول حاجة السنة كلنا في سنة 2020 فما فيش مشكلة هكتب 2020 تاني حاجة الشهر وهو ده الرقم انا عايزه لطلع من sequence اول حاجة شهر واحد شهر اثنين شهر ثلاثة واحد كزا واخر حاجة عايز ودايما انا عايز اول يوم في الشهر اللي هو يوم واحد واقف المعادل date ودوس enter فهنا حضرتك زي ما انت شايف ادي لك serial بتاع date لو جيت هنا غيرت وخليت الcell دي بتبص على شورت date هتلاقي هنا واحد واحد 2020 واحد اثنين 2020 وهكذا لحد واحد ستة 2020 اخر خطوة انا عايز بدل مكتب full date ده عايز يحط لي مكانه اسم الشهر فممكن اعمله عن طريق معادلة text لو قفت في الاول هنا وكتبت text حيبقى اعايز اول حاجة value والvalue هاي اللي خرجه من المعادلة دي كلها على بعض بتاع date مع sequence والبرامتر التاني عايز الفورمات اللي هيطلع بيه الفورمات ده هنحطه بين double code او وبعد كده الفورمات اللي انا عايزه هو mmM يعني شهور على ثلاث حروف او اسم الشهر على ثلاث حروف فmmsmall واقفل double code واقفل بتاع text ودوس enter فكده كتب لك زي واحد شايف jan feb march وهكذا افضت بقى انا غيرت عدد الشهور من هنا تعالى نحاول نصغر شوية عشان نشوف كلها افضت حبيتها خليهم ب 12 شهر دلوقتي دوست 12 هنا هتلاقي حرك الجدول بيتمدد بتاعك ممكن ازود عدد الكاستمر خليهم 20 كاستمر الجدول بتاعك بيتمدد فضلك انك تملى البيانات اللي موجودة في النص طيب عشان قامل البيانات اللي في النص مش هينفع sequence اللي هنخش على المواد اللي بعد كده اللي هي طبعا انا زمان كنت بشتغل بحاجة اسمها راند وحاجة اسمها راند بتوين وطبعا بعض اشدها فوقه تحت وهكذا راند اري بتلخص الحكاية كلها وبتعملها لك كلها مرة واحدة نبدأ نكتب راند اري مع بعض هاقف على السل ودوس ايكول واكتب راند وهي تاني اختيار اسمها راند اري اختارها واعمل تاب نفس الحكاية عايز number of rows number of rows هو عبارة عن عدد الكاستمرز فممكن اقف عليها اختارها من فوق number of customers هو عدد الروز اللي انا عايزه يعمل لي فيها ارقام عشوائية طيب وبعدك number of columns هيبقى الشهور نفس الكلام هختار اتناشر هنا من سل بي فور عشان يديني اتناشر شهر طيب المنمم اقل رقم عايزه كام انا هختار مثلا وليكن خمس تلاف واعلى حاجة الشهر هيبيع كاما ديك شايف هي ماكس نورت اول حاجة من اقل رقم كام احنا اختارنا خمس تلاف بعد كده عايز الماكس الماكس هنقوله والله عشر تلاف يبقى المبيعات تتراوح من خمس تلاف لعشر تلاف بعد كده بيسألك هل انت عايزه انتجر يعني عايزه يبقى رقم صحيح ولا عايزه ديسميل انا بالنسبالي الافضل يبقى انتجر وممكن نقفل القوس على كده وندوس انتر زي ما انت شايف بشكل تلقائي عملك جدول عبارة عن عشرين سطر او عشرين رو واثناشر كولوم وحطيلك فيها ارقام عشوائية كلها بتتراوح ما بين الخمس تلاف والعشر تلاف طبعا تعالى نجرب بقى نغير هنا خليهم عشر سطور بس الجدول هيصغر خليهم ست شهور بس الجدول بتاعك هيصغر وشغال بشكل تلقائي وديناميكي جدا جدا نفطاتها لكن الارقام دي انا عايز اعد عدد الارقام دول عايز اشوف عددهم كان بالزبط فهعمل ايه هستخدم معادلة كاونت فتعالى نوقف هنا هوا في اي حتة ونقول له كاونت وندوس تاب ونختار الرينج ده بص كده وانا بختار انا عايزك تبص على الفورمولابار فوق وانا بختار ايه اللي بيحصل انا وقفت على A7 كتب لي A7 وبقى تختار تحت تحت عمال يزود A11 A11 لغاية A15 اهو من A7 ل A15 طب لو كملت الحتة اللي فاضلة دي واختارت كمان معاهم A16 بص كده فوق ايه اللي هيحصل كتب لك A7 هاش طب ده معناه ايه معناه ان حضرتك كده بتشاور على سبيلد اري ومهما كان عددها مهما كانت وقفة فين حياخدها معا بشكل اوتوماتيك تعال نجرب كده نقفل وندوس انتر كتب لك عشرة طب تعال نزود خليهم ايه اللي حصل الجدول تمدد المعادلة قدد 15 هو الواحده كبر واختار ال 15 سل لوحده وعدوهم وكل حاجة ماشية تمام التمام يبقى الهاش دي لما تكون مشاور على لستة كاملة او سبيلد لست كاملة او سبيلد اري بشكل كامل ازاي ممكن تاخدها معاك وتفضل شغالها معاك بشكل ديناميكي من غير ما توقع تغير الارينج بايدك طب ده ممكن ينفعنا بايه في التابل اللي احنا اللي احنا عاملينه ده ممكن ينفعنا ازاي تعال كده نجرب ونشوف انا حدريت المعادلة دي دلوقتي طيب تعال بقى ممكن نعمل ايه هنا زي ما انت شايف احنا قلنا ايه والله احنا مختارين عدد الروز اللي هو الخمستاشر ده فممكن هنا اقف اختار زي ما انت شايف بي تلاتة اللي انا كنت مختارها دي جوه الفومولا بار هنا اقف عليها كده وبدل البي تلاتة دي ممكن انا اعمل معادلة تانية اسميها دي دي فيها عدد الروز اسميها كاونت والكاونت اللي هاختاره هاختار ايه سبعة وممكن حتى بايدي على طول احط وراها الهاش باوند فحيفهم انه انا عايز يكاونت الليستة بالكامل واقفل وحدوس انتر هتلاقي دك نفس النتيجة بالزبط او لو نزلت تحت هتلاقي ماشي معاك مزبوط نفس اللي عملناه هنا نعمله في بي فور بدل ما كنت مختار بي فور اللي هي الستة اللي موجودة هنا انا ممكن استخدم بقى المرة دي كاونت بس كاونت ايه مش كاونت عشان هنا بيعاد تكست ونفس الكلام هاختار بي سيكس وحط جنبها الهاش باوند وهقفل القوس وحدوس انتر وكده لو غيرت زي ما كنا بنغير هنا خليت دي مثلا خمسة هتلاقي الدنيا شغالها معاك زي ما اتفقنا كنا هنعمل عايزين نشوف شكل تيبل ده مش معقول بقى انا كل مرة تيبل يصغر ارجع عيد الفورماتنج تيبل يكبر يعيد الفورماتنج فطبيعي ان انا ممكن تساعدني قوي في الحالة اللي زي دي فلا تسايا احنا عايزين اول رونامبر سيكس ده يبقى شبه رونامبر واني يعني يبقى الباكراوند اخضر والكلام اللي مكتوب جوا بالابيض فهختار الرو كله هقف على المرة 6 اللي هناك دي بالماوس كده واختار الرو كله وهروح على الكونديشنل فورماتنج واقول له نيو رول هيفتح لي الديالوج بوكس بتاع الكونديشنل فورماتنج انا هختار تاني واحدة اللي هي فورمات اونلي سيلز دات كونتين او السيلز اللي تحتوي على والاوبشنز اللي عندي هنا هختار منها نو بلانكس يعني بقول له لما تكون السيل مش فاضية ممكن تعملي شوات فورماتنج وهروح هنا على فورمات وهروح على فل وهختار الاخضر وهروح على الفونت وهقول له لو سمحت عايز الكتابة تكون بالابيض وعايزها تبقى بولد وهدوس على اوكي دوس على اوكي مرة كمان زي ما انت شايف السيلز بس اللي مكتوب فيها كلام بقت كده طب تعالى نرجع تاني على 6 شهور تمام الجدول صغر والفورماتنج بتاعك اتغير كده انت زي الفل هنعمل حاجة مشابهة للبادي بقى من تحت هختار نفس الكلام هختار الرو بتاع 7 كله ودوس على كنترول وشفت ودوس لغاية مرتين عشان انزل لحد اخر الشي تحت خالص هروح على نيو رول لو عايز تجرب حاجة مختلفة المرة دي مثلا بدل مختار فورماتنج انا ممكن اعملها كلها بادي اروح على وحروح على ان لو تفتكر هي كانت السيل ا7 فهروح اقول له ولو حبيت تقول له لا يساوي فهتعمل علامة اصغر منه اكبر من جنب بعض وحقول له لا يساوي واعمل اتنين دابل كوت ورا بعض ده معناها بقول له ان لما اي 7 لا تساوي لو سمحت اعمل لي وطبعا اني معلم على كله مع بعض فلا حيسري على اي 7 حيسري على كل ما انا معلم عليه واخد بالك طبعا من غير دولار ساين لانك لعمل دولار ساين هتشتغل بس على اي 7 وحروح اقول له فورمات وحروح اقول له لو سمحت انا عايز بوردر وعايز البوردر ده مثلا خليل منقط ده وهختار بوردر كامل حوالي السيل ومسلا ممكن اقول له الفونت لو سمحت اعمل لي اتاليك ودوس على اوكي مرتين وتعالى نطلع فوق ونشوف ايه اللي حصل زي ما انت شايف التابل بتاعك بقى فورماتت بالشكل اللطيف ده ولو كبرت التابل في اي من الاتجاهين خليد ده تاني 15 وخليد ده 12 هتلاقي الفورماتت بتاعك شغال طبعا شيء لطيف جدا ان انت بقى عندك زي ما انت شايف الاكسل اللي بيتمدد رينج بتاعك بتمدد ويصغر ويكبر من غير بقى ومن غير الكلام ده الاكسل اللي واحده بيفهم انت عايز ايه وبيعملهو لك تبقى للمعادلة اللي انت كاتبها المرة الجاية هنتكلم اكتر على معادلات تانية هنشوف وهم شغالين مع بعض ممكن تعمل يوم حاجات جميلة جدا وهيخش معهم حاجات زي الصم وصم اف ارجو تكونوا استفدتوا ولو لسه ما شكش في القناة لو سماح تشترك واعمل لاك للفيديو لو عجبك واسب لي تعليق تحت الفيديو واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته